اشتركوا في القناة بينما لم يصدر تأكيد رسمي بشأنها تأتي الخطوة عقب نحو شهر من إعلان مماثل للسلطات المغربية عن اعتزام إنشاء قاعدة عسكرية على حدودها الشرقية المتاخمة للجزائر ووفق الوسيطتين الإعلاميتين فإن السلطات الجزائرية تعتبر خطوة الرباط ببناء قاعدة عسكرية قرب المنطقة الحدودية مشروعا يستهدف بلادها وفي مايو الماضي أصدر رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني مرسوما يقضي بتخصيص أرض 23 هكتارا لبناء قاعدة عسكرية جديدة في محافظة جرادة شرقي المملكة قرب الحدود المتناخمة للجزائر وأصدرت القوات المسلحة المغربية بيانا أكدت فيه أن الأمر يتعلق بثكنة عسكرية لإيواء الجنود ليست لها مواصفات القاعدة العسكرية وأوضح البيان آنذاك أن هذا المشروع يأتي في إطار نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملف الحدود البرية المغلقة منذ 1994 وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو شكرا على مشاهدتك بالمروك سنسعد باشتراك في القناة وأيضا بإعجابك وبتعليقاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية